اشتركوا في القناة وغيرت رؤسة دول وخلت الناس توصل لديمقراطية لتقدر توصل صوتها عن طريق هذه الوسائل الإعلامية المجتمعية دائماً في تطور فيها ودائماً في أنه يتيح مجال للبني آدم أنه يوسع مداركه ويعطي أفكار ويوصل بالديا بأسهل الطرق يعني من الموبايل بيقدر يوصل الرسالة اللي بدياها أو الخبر اللي بدياها أو شو مكان أكيد طيب خلينا نحكي عن رؤية وعلاقة رؤية بمواقع التواصل الاجتماعي لاحظنا أنه في كتير تركيز من قناة رؤية الفضائية على هاي المواقع احكي لنا أكتر عنها بما أنك أنت كمان المسؤول عنها إبراهيم رؤية من قبل ما تبلس القناة كان فيه تركيز على السوشيال ميديا يعني مع لونس القناة مع تلاقة القناة كان التركيز على السوشيال ميديا يعني أنه مثل ما حطوا إعلانات عن القناة وأخبار وهي كانوا مركزين على الفيسبوك لأنه الفيسبوك يعني أنجح طريقة أنه يوصل للناس للشعب اللي بدهم إياهم يحضروا القناة أو يوصلوا القناة هم الناس يعني فالسوشيال ميديا أحسن طريقة كانت أنه توصل للناس شو هي القناة لدها تطلع وحتى بعد ما طلعت القناة ولليوم يعني التركيز كبير على السوشيال ميديا من ناحية أنه هي اللي بتخلي استمرارية يعني أجه ضيف وخلص بتخليها يعني بيجي الفيديو بدل ما يروح بتضل أرشيف موجود على الإنترنت فميام تبا يعني أمتى ما بده يرجع يشوفه أو إذا كان في واحد مهتم بهذا الموضوع برجع له بوصله بأي وقتنا عن طريق اليوتيوب طبعا اليوتيوب بتناسل كل اللقاءات اللي تصير بدونيا يا دونيا على اليوتيوب بتغير يعني كل البرامج اللي بتطلع على الرؤية تقريبا 75% من البرامج اللي تطلع على الرؤية بتطلعها على اليوتيوب اللي هي youtube.com.ruiya.tv فيها يوميا عم بتطلع تقريبا حوالي 30 فيديو لبرامج مختلفة وتقارير مراسليين وهيك وصاص حتى نوصل يعني أن توصل ودلها أرشيفية للناس وبرضو يعني ممكن يكون في ناس ما قدروا يحضروها على التلفزيون فبقدروا يحضروها على الإنترنت وبوصلوا لها بأسرعة الطرق يعني وبأسلوا الطرق صحيح يعني ممكن يكون حدا من الجمهور أو المشاهدين مهتم بهذا الموضوع ما لحق يحضروا بالبرنامج فبيروح على اليوتيوب يقدروا بأي وقت بسرعة حتى يعني بتوسع مدارك مش مدارك بتوسع المشاهدين تعون القناة إنه ممكن يجي لك واحد من أميركا مش قادر يوصل القناة وبيدي يشوف فقرة استضافة معينة ممكن يوصلها عن طريق اليوتيوب أو عن طريق موقع رؤية باللايف ستريم يقدر يحضروا أو يعني واتفر من هذول الوسائل الإعلامية الإجتماعية هلأ إحنا برضو لاحظنا إنه فيه هلأ صار بث مباشر عن طريق موقع رؤية اللي هو رؤية دبتي في من إمتى بلش هذا لايف ستريم؟ من أسبوعين تقريبا أطلقنا وكان فيه دائما تجربة إله بس ما ما كناش بدنا نطلعه إلا بكواليتي منيحة تكون يقدر يوصلوا للكل بسرعة الإنترنت اللي قاعد بستعملها البني آدم إنه يوصلوا بطريقة سليسة إنه يقدر يحضروا فمشان هيك تأخرنا شوي بس الحمدلله إلا أطلقناه يعني برؤية دبتي في بقدر يحضر القناة لايف يعني بقدر يحضر كل برامج القناة بأي وقت على بأي وقت القناة متل ما بتنبث على الشاشة على هذا تنبث على الإنترنت طيب هلأ خلونا نحكي عن تقبل الناس أو الجمهور بالتفاعل مع قناة رؤية من خلال الإنترنت يعني برأيك إبراهيم شو الأكثر فاعل هي أنه الناس تتفاعل مع قناة رؤية عن طريق التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام أو مثلا من خلال الهواتف من خلال الفاكس شو رأيك؟ يعني أثبت نجاح السوشال ميديا بالقناة أنه بالعدد الفانز اللي موجودين بالفيسبوك أو بتويتر أو على اليوتيوب أنه بأرقام كبيرة الحمد لله ودائما فيه تواصل يعني مستمر مع الجمهور دائما فيه طلبات دائما فيه حكي دائما فيه أسئلة دائما فيه تعليقات دائما فيه يعني دائما الناس متواصلين بتلاقي ضيف قاعد بالدنيا يدنيا وتلاقيهم الناس عم بيناقشوه بالفيسبوك قاعدين أنا بيحكوا بنفس الموضوع تاع اللي بيحكي فيه الضيف بدنيا يدنيا أو نبض البلد أو نقطة نظام أو مسأل ورد يعني حتى فيه عندنا نحن بنبض البلد عاملين التواصل الأول بأول فممكن يكون إيش موضوع الحلقة تاعت اليوم بنبض البلد بتلاقي الناس بتفاعلوا مع الموزي محمد مدفعي بتلاقيهم محمد الخاردي بتلاقيهم بتواصلوا معهم عن طريق الفيسبوك على صفحة رؤية الإخبارية أنا بنحط أسئلة ومحاور بتواصلوا إنه إيش رأيهم بهذا الموضوع أكيدا ومنسلط الضوء عليهم وهذا طبعا بيفتح مجال لكل المشاهديين لكل الجمهور إنهم يشاركوا طبعا يمكن لو عملنا عن طريق الهواتف بيكون أصعب ما بتقدري الدخلي كم من الهواتف ما بتقدري الدخلي كم كبير من الهواتف أما على الفيسبوك بتضل التواصل أوسع يعني وبقل عدد كلمات بتواصلي الفكرة البلدكيها فهاي من الطرق الناجح على السوشيال ميديا أدي بتقضي وقت إبراهيم وإنت عم تشتغل على السوشيال ميديا وعلى قناة رؤية السوشيال ميديا كل اليوم كل اليوم تشتغل لي نص صبح لآخر الليل يعطيك العافية يعني أنا بدي أخير لك مش عشانك زميلي بس بالشغل بس دائما أنت هيك بتكون مواكب دائما كل اللقاءات على طول من نشوفها يعني إذا مش بالليل بنفس اليوم نشوفها تاني وفعنا بنشكرك براهيم بس أنا رحب أحب أن أشزع الكل اللي عم بيحضروا أنهم يدخلوا على رؤية على الفيسبوك اللي هي facebook.com.ruiya.tv أو page dunya dunya اللي هي facebook.com.ruiya.tv أو رؤية الإخبارية اللي هي رؤية نيوز أو رؤية سبورتس اللي هي رياضية أو street jokes اللي هي لنكة شوارع لبرنامج الكوميدي أو فيديوهات أو يعني في عندنا كتير صفحات خليهم يشدوا حالهم الناس ويدخلوا عليه طب إيش أكتر البرامج بقناة رؤية بتحس أنه فيه إقبال من خلال التواصل الاجتماعي من الجمهور صراحة برمضان هو الكوميدي أكتر إشي كان يعني الكوميدي فيه عليه نمبر افتس كتير منيح يعني والفيوز تاعته دائما عم بتسيد وبرضه الدنيا يدنيا فيه كتير عليه دائما طلبات أول بأول بتلاقي ضيف أزا بتلاقيهم دغري بالناس بطلبوا فيه وأنه بدنا هاي الفقرة وهديك الفقرة وهذه الحق طب إبراهيم برأيك شو أكتر مواقع التواصل الاجتماعي فعالية مثلا هناك في فيسبوك في تويتر في غيرها شو أكتر إشي وإحكي لنا أكتر هيك شوي فصل لنا عن الفيسبوك عن التويتر شو الهدف من كل صراحة ما بتقدر تحكي أنه هاي أحسن من هاي أو هاي أنزح من هاي يعني الفيسبوك إلها مزايا وتويتر إله مزايا واليوتيوب إله مزايا هلأ بعنا بالوطن العربي أظن أن الفيسبوك هو أكتر إشي منتشر يعني منتشر الفيسبوك أكتر من تويتر شو السبب؟ يمكن لأنه الأسبق إي أنه كان أقدام وبرضو الفيسبوك بيتيح لك بروفايلك الشخصي وتحطي الفيديوز اللي بدك إياها وتحطي الصور وآلبومس وهيك وصوص بس التويتر يعني أنت محصورة بمئة واربعين حرف بدك تكتبي الفقرة اللي بدك إياها أو الجملة اللي بدك إياها يعني بدك توصل رسالتك بمئة واربعين حرف فما بتقدري تزيد عن مئة واربعين فيمكن الفيسبوك نحن العرب نحب نكتب أكتر أو نحب نسهب يمكن أو أعرف كيف صح بس لأ يعني كل وسيلة إلها فعليتها ونجاحها يعني تويتر ناجحة وفيسبوك ناجحة ويوتيوب لو لا اليوتيوب ما منقدر نوصل للفيديوز اللي بدنا إياها من دنيا إلى دنيا طبعا أكيد بس هلأ الفيسبوك يمكن نسبة المشاركة بالفيسبوك يعني من قبل إذا ما بعف إذا فيه إحصائيات أو لا يمكن أكتر إبراهيم أو لا لا هي أو تويتر صاروا نفس الأشي الفيسبوك أكتر بكتير بقلتلك من ناحية أنه لأنه نحن بنحب الفيسبوك يعني بالوطن العربي دائما يفضل الفيسبوك أكتر من تويتر بس نفس الوقت تويتر فيه عليه كتير ناس اللي اللي قدروا يستوعب والتويتر فيه كتير علي ناس أنه عم بشتغلوا عليه يمكن التويتر هو أسلوبه شوي هيك لكن ليس نحن نقول معقد بس نحن نقول أنه هو شوي متطور أكتر أريد فإنه أسلوب معين لتتعامل معه ممكن بس لأها الأسلوب 140 حرف أنه لازم ب140 حرف توصل الرسالة اللي بدك إياها ممل فهي هي من خلال الفيسبوك والتويتر احكي لنا اكتر عنها كيف يعني ادرت توصل للشركات انها تتروج حالها وتتطور اكتر من خلال مواقع السوشال ميديا هي لانه زي ما قلتلك انتي عم تتواصلي يعني للشركة او التلفزيون او واتفر شو كان عم بتواصل هو دايركتلي مع الالكستمر ان كان مشاهد او كان زبون بديشتري او ان كان بديكسب خدمة او ايش مكانت يعني عم بقدر يتواصل دايركتلي مع القناة او البزنس المعين عم تحكي عنه فهذا هو النجاح انه قادر يوصل دايركتلي وبيقدر يوصل الرسالة البدي اياها وبيقدر بنفس الوقت اذا كان فيه اشي مش عاجبه يقدر يحكيه وبيكون كل الناس شايفين انه بالفيد انه كل الناس قاعدين يشوفوا انه والله الفلان انتقد هذا الاشي بالفيسبوك فبدي يكون فيه اشي غلط او مثلا فلان مدح هذا الاشي بالفيسبوك فبدي يكون فيه اشي غلط صحي انه عم بقدم سلع منيحة فعني التواصل المستمر وزي ما بيحكوها تو بوينت انه وصلت بتحس انه فيه رقابة ولا حرية الرأي يعني ما لها حدود لا الحلو بالانترنت انه قد ما تقدر يتحكمي ما بتقدر يتحكمي حتى من الجديد صار يفتع على الفيسبوك وعلى تويتر اللي هي الصفحات الاخبارية والصفحات الاخبارية عم تقدر توصل الرسالة البداية بحرية سقف السماء يعني مضمون انه سقف السماء لانه ما فيه رقيب عليها وحتى اللي قاعد بيعمل كومنت قاعد انه ما فيه حدا بيفلتر الكومنت تبعه فقاعد بيحط الكومنت البداية ويعني ممكن نوصل لوقت انها تكون انجح من المواقع الاخبارية اللي هي الصفحات وازن انه بالثورات الاخيرة انه اثبتت انها انجح من المواقع الاخبارية انجح من المواقع الاخبارية ومن غيرها صحيح ايبراهيم انت ايش دارس انا صحاف وإعلام طيب كيف توجهت للسوشال ميديا ما هو السوشال ميديا بيحكوله اللي هو النيو ميديا الإعلام الجديد وكل شيء على انترنت هو الإعلام الجديد فحلو الواحد يكون دائما عم بواكب التطورات اللي عم بتسير اهه ايش اخر اشي بتحب تحكي للمشاهدين اللي نعم بيحضرونا بس انتابعونا على رؤية على الفيسبوك وضلكم تواصلوا معنا واستمروا بالتواصل معنا واطلب منكم اطلب مننا البدكم اياه اهه 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 دائما بشوفيك على الفيسبوك دونو ميقولولك نزللنا هذا الفيديو وانت يعني هيك اكيد هذا بنحكي لك الله يعطيك العافية هذا واجبنا بالعكس انا بنبسط دائما لما احط فقرات ناجحة وفقرات حلوة بنبسط انه وعم بشتل به اكيد طبعا وطلب الزائد على الفقرات وعلى برامج قناة رؤية هو دليل على نجاحنا الحمد لله دليل على نجاحنا شكرا لإلك ابراهيم الله يعطيك العافية شكرا اذا كان معنا سيد ابراهيم سكجها مسؤول السوشال ميديا بقناة رؤية فاصل ورجعين خليكم معنا